شاهدين عن جديد محمد خليل بحري مخرج تونسي شاب قدم سبعة أفلام قصيرة واليوم يقدم فيلمه الطويل الأول بعنوان لآخر نفس المستوحى من قصة حقيقية تدور في واقع بسيكودرامي بين الشعوزة والأحداث الخارقة للطبيعة من أحلام وتهيئات تم أطلاق الفيلم الأسبوع الفائت في الصلاة التونسية بحضور فريق العمل لنعرف تفاصيل أكثر نستقبل معنا من تونس عبر سكايب المخرج محمد صباح النور محمد بداية القصة مستوحات من أحداث حقيقية أخبرنا مع من جرت وكيف توصلت لتحويلها إلى فيلم طويل السلام عليكم ونسلام على عبادة الكل اللي يتهرجوا فينا ونسلام سبيسيال مو على دمينه بالنسبة للأحداث الفيلم هو فيلم مكتوب من 2009 كل مرة نزيدوا نقصوا في الأحداث كل مرة نزيدوا نقدموا نحسنوا نكتبوا نبردلوا نحاولوا في 2018 حسيتني فم ماتورتي فم عبدي نجمي واجه للقرون بالصدفة نسمع في قصة في الراديو مشير هذه القصة قلت عليك لم نزيدها تحويرات ونخللها قصة أباس دوفير معنى نخللها قصة لمنحة للإسفارة وكانت التجربة هذيك وقعدت مع أمين الليلي اللي هو ستانوت خسيناريس أعطى اللمسة متاعه وأعطى الطابعة متاعه في القصة والحمد لله خرجت للناس وبالفصعود طريقة تصوير الفيلم كيف عملت عليها وتضم الأكشن سوستانس لبسيكودرام الذي يحتاج إلى الكثير من الدقة أخبرنا أكثر بالنسبة للتصوير كان الكاستين كان بازي على عدد من الكوميديين في تونس بالأساس موثلين الكوميديين هما كان ستاندفي أن ينهز الكوميديين هذوكم الستيل اللي هو الفريلر والتيكودرام اللي هو الكادر البوليسي الحمد لله بالنسبة لي أنا لا أعرش أسري وعندي الحق القيم روحي ولا لا أنا نجحت الكاستينج على الأخر كانت سعيبة شوية سعيح العملية سعيبة شوية خطر الفيلم غير دعم الفيلم غير ما على الكاسة الخاصة على الكاسة الخاصة تعبنا فيه برشة برشة والحمد لله شايف النور بالتوفيق موضوع الشعوة والأحداث الخارقة عن الطبيعة موضوع يطرح كثيرا في السينما المغربية في المغرب العربي لماذا؟ هذه هي ثقافتنا هذه هي ثقافتنا هذه هي ثقافتنا نحن تجاه كما حتى في الفيلم الأمريكي مثل ما تلقى الكلون هو المصدر الرعب نحن في عالمنا المغربي وعالمنا الشرقي نحطوا الكلون هو المهرج نحن إذا حقنا وفرادنا في أمريكا كي تجاه كلون في ثقافتهم لأنه حاجة تخوف هل تجد مخاطرة كبيرة بإصدار الفيلم في ظل جائحة الكورونا في هذه الأوضاع؟ والتدابير المتخذة وخوف الناس من زيارة الصلاة؟ صحيح صحيح الظرف سعيد برشا نحن كما قلتك الفيلم بدأ كله بتحديات وحاجة تعربي كيشية الخمم الكورونا يتزمها هو عنده إفاية بسيكولوجيك أكثر من إفاية فيزيك كورونا أنا مرضت بها قبل أنا في الفترة الفارسة مرضت بها عندي مدة من مرضت بها الحاجة تعربي لا تعبدنيش بالكل فيزيك مو كمرض لا تعبدنيش تعبدني مورا المو تعبدني في مخي أكثر مني تعبدني في بلني ممكن تسكير ممكن تسكير المشاهدين وين عرض الفيلم بأي صلاة؟ وهل رح يكون عنده عرض آخر خارج تونس؟ بإذن الله في ظل جائحة الكورونا للعروض للبرة لم تزلنا مخامة منها بالنسبة للسلاة في تونس هناك جميع دور العرض في تونس باستثناء واحدة أو أثنين قدرة ربي تغيطه لنمشي للجهاد في تونس خاطر أنتم لا تعرفون الكورونا عاودة انتشر التوع في تونس عاودة ترجعة نحن وصلنا إلى صفر رحالة وطوع الكورونا عاودة ترجعة وانا سوف تركح الدنيا جوي إن شاء الله إلسوا في ترجعة تهدى الدنيا وطوع المياه المجارية بإذن الله بقدرة ربي بش نعمل التورنيا كاملة في كامل جهيات تونس وقدرة ربي بش نوازحه في الخارج الجاليتنا في الخارج وحتى نعرف تلقاتنا تونسية ونعرف بسينما تونسية البره وإن شاء الله نكون ونشغف الوجه نتاحت تونس إن شاء الله البره إن شاء الله شكرا بالتوفيق وعلى أمل أنه نقدر نشوف الفيلم في صلاة العالم العربي شكرا محمد يعيشك يعيشك أعتك الصحة وشكرا للدامين شكرا شكرا مشاهدينا وعودة إلى الزملاء وإلى أمين شكرا ماري تاريز شكرا أيضا محمد خليل المخرج ويعد إن شاء الله عنده مستقبل كبير جدا في السينما تونسية إن شاء الله نتمنى ولواكيد كل الخير شكرا لك مرة أخرى ماري تاريز